حدثنا روح حدثنا علي بن سويد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن بدر والأقرع بن حابص علقمة بن علاثة فذكروا الجدواد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم أخبرتكم جد بني عامر جمل أحمر أو آدم يأكل من أطراف الشجر قال وأحسبه قال في لوضة وغطافة أكمة خشاء تنفي الناس عنها قال فقال الأقرع بن حابص فأين جد بني تميمين قال لو سكت